هنا أعمق نقطة للكون كلفة هذه الصورة مليارات الدولارات التقطها تيليسكوب جيمس ويب وتبعد بأكثر من ثلاث عشرة سنة ضوئية فما هي المراحل قبل التوصل إليها؟ نشأت سنة 1989 بعد داخل دراسات حول إمكانية تحديد الطيف، تحديد التكنولوجيا بعد جاءت المشكلة الميزانية بعد تم تضافر جهود بين وكالة نازا ووكالة أوروبية ووكالة كنابية يعني تفهموا أنهم يتعاونوا لإرسال هذا التليسكوب وتم إرساله في يوم 25 ديسمبر 2021 هذه صورة أخرى مكونة من تكديس ألف صورة أطلق عليها خمسية ستيفان وهي لخمس مجرات متقاربة تعرف قد ما نشوفه بعيد في الكون يعني رأينا نشوفه قديماً في الكون هي صورة دقيقة جداً يعني تعطينا صورة دقيقة على حالة الكون يعني شيء رائع يعني عشنا لحظة مثل هذه يعني هي لحظة فارقة حقيقة يتمكن العالم اليوم في سابقة من رؤية تفاصيل جديدة عن الكون تفاعل المجرات وولادة النجوم وسديم الحلقة الجنوبي وتفاصيل أخرى كثيرة فسبحان من خلق فأبدع